لأن المحاضرة قصيرة إن شاء الله التمرين بيكون في المحاضرة القادمة لما نفتح برنامج الورد الموجود أمامكم لما نفتح برنامج الورد أفتح ملف التمرين السابق تابعوا بس أول ما أفتح برنامج الورد في ملف التمرين السابق لو تتذكروا أننا أخذنا ما يسمى بهم المستويات لو روحت على علامة تبويب عرض مخطة تفصيلي علامة التبويه بعرض المخطط تفصيلي بروح على إظهار المستوى الأول أو الثاني بهذا الطريق كلكم تذكرون موضوع المستوى الأول و المستوى الثاني و المستوى الثالث اليوم بنتعرف على ما يسمى بالأنماط بنتعرف على مجموعة من الأنماط عندنا ما يسمى بنمط عنوان واحد نمط عنوان اثنين نمط عنوان ثلاثة نمط عنوان أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لنرقم 10 نفس الطريقة أيضا عندنا المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحين المطلوب منكم أن تفهموا أن علاقة المستويات بالأنماط علاقة المستويات بالأنماط المستوى الأول هو نفس النمط واحد المستوى الثاني هو نفس النمط اثنين المستوى الثالث هو نفس النمط ثلاثة المستوى الرابع النمط الرابع العنوان الرابع بنفس الطريقة هذه في واحد من المستويات الموجودة غير المستويات شو اخر واحد موجود في القائمة النص الأساسي النص الأساسي نحن قلنا لما ندرج الجدول أو الفهرس التلقائي أي شيء موجود في المستوى الأول أو المستوى الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس إلى المستوى التاسع موجود هنا معنا العاشر الموجود إلى المستوى التاسع بندرج بصورة تلقائية وين في الفهرس بندرج بصورة تلقائية وين في الفهرس آخر المستند بنفس المعنى لو أنا عندي مستند أنا لو عندي مستند موجود أصلا سويت المستند ما مسوي فيه أي مستويات من المستويات المطلوبة بس المطلوب أني استفيد من المطلوب أني استفيد من الفهرس أو الجدول جدول المحتويات استفيد من جدول المحتويات كيف استفيد من جدول المحتويات أروح أفتح المستند أروح للعناوين المطلوبة أضللها وطبق عليها أي واحد من الأنماط عنوان واحد إلى النمط عنوان تسعة واحد من هذه الأنماط الموجودة فالحين كل البنسويه أنا بفتح المستند نفس المستند الموجود تذكروا موضوع الفرعي على أي مستوى موجود فوق مكتوب؟ مستوى واحد والفكرة موجودة على المستوى الثاني الحين لو أنا أغلقت العرض التفصيلي أو بدون ما أغلق العرض التفصيلي بروح على علامة تبويب الصفحة الرئيسية لاحظوا إياي الحين أنا لما نضع على الموضوع الفرعي واحد هذه هي الأنماط شو نمط العلمة للمربع الذهبي؟ النمط عنوان واحد طيب نفس الطريقة لو ضغطنا على الفكرة أنا بضغط على هذا السهم عشان أظهر بقية الأنماط الموجودة شو نمط المفعل؟ عنوان اثنين عنوان اثنين فبنفس الطريقة لو أنا عندي مستند لو أنا عندي مستند وفي عناوين موجودة لو في واحد مثلا أنشأ البحث معي وعطاني مستند في عناوين موجودة أنا بضل للنص كامل كنترول A باستخدم ما يسمى بمسح التنسيق بمسح كل شيء من التنسيق بنسح المستويات بمسح كل شيء من المستند الحين لو أنا واحد عطاني هذا المستند هذا المستند والمستند يعني رغبت في استخدم ما يسمى بجدول المحتويات رغبت أن يستخدم في ما يسمى بجدول المحتويات لو رحت على مراجع جدول المحتويات اخترت اللي هو إدراج جدول المحتويات أنا بختار أي واحد من هذين الموجودين أمامكم كليك واحد عليه بيعطيني هذه الرسالة بيقول لي ما في أي شيء في المستند موجود على المستوى الأول أو المستوى الثاني أو المستوى الثالث أو المستوى الرابع فأنا عندي مستند بحث واحد ثاني سوا وسلمني البحث قال لي نسق البحث فكيف الحين باستخدم الجدول التلقائي بروح على العناوين الموجودة في الصفحات كلها هذه الصفحة الموجودة لم يتم العثور على إدخلات جدول المحتويات بروح على مثلا هذا الموضوع صح من الصفحة الرئيسية بظلل الموضوع وبضع المؤشر النص هو المؤشر الوامض بضعه وين داخل السطر داخل الفقرة داخل الفقرة قلنا الفقرة هي الكلام إلى زر الانتر الكلام إلى زر الانتر بضع داخل الفقرة وبضغط على عنوان واحد بس الموضوع الفرعي أيضا بضع المؤشر الدول الفقرة وبضغط على عنوان فرعي نفس الشي عسوري عنوان واحد الفكرة أيضا إذا أبغيها تنزل في الجدول بنفس الطريقة بختار عنوان ثاني كل ما تختار عنوان ثاني بصورة افتراضية الأنماط الموجودة تعطيك خط أصغر الخط أصغر تقريبا منه شوي نفس الطريقة الآن أروح أفتش في المستند وين في عنوان ثاني هذا موضوع صح؟ أضغط عنوان لاحظ أنا ضغطت العنوان أنا ما أبغي العنوان أنا أبغي العنوان واحد عنوان واحد عنوان واحد عنوان واحد نفس الطريقة المهم أروح أفتش داخل المستند كامل أفتش داخل المستند عن العناوين المطلوبة عن العناوين المطلوبة الحين لو رحت أنا أرد أدرج الجدول التلقائي في آخر صفحة الجدول رحت على الصفحة الرئيسية إد مراجع جدول المحتويات المرة الماضية استخدمنا الأمر إدراء جدول المحتويات هذه المرة بس من استخدم الموجود لو ملاحظين شو المكتوب هناك في الجنب الأيسر فوق مكتوب عنوان واحد عنوان اثنين عنوان ثلاثة شو تملاحظينها بمعنى هو بيفتش في المستند عن أي شيء يمطبق عليه النمط عنوان واحد وقلنا النمط عنوان واحد هو نفسه نفس المستوى واحد والعنوان الثين نفسه نفس المستوى اثنين والعنوان ثلاثة نفسه 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 ثلاثة فهو بيرح بيفتش الحين كل شيء موجود في أي واحد من هذه المستويات بيدرجها وين في الجدول ملاحظين هي الأشياء فقط اللي ضللنا عليها في المستند الموجود فحتى لو عندي بحث موجود مقدما وانتهى البحث بغي تستخدم الجدول بنفس الطريقة أروح على الصفحات وأعلم عليها أضع المؤشر داخل السطر المطلوب أو العنوان واختار عنوان واحد أو عنوان اثنين أو عنوان ثلاثة أربعة على حسب المطلوب طيب الحين المشكلة أن العنوان واحد العنوان واحد أنا برجع للخلف قليلا أنا استخدمت الـ Control Z عشان أرجع للورا الخطوات لو قلنا الحين أنا استخدمت الطريقة اللي أنا عرضتها قبل قليل اللي هي استخدام الأنماط المشكلة هوين بصورة افتراضية مثلا أن الموضوع لون اللون أزرك أنا أبغي لون أضع البحث باللون الأسود فقط هل ممكن أغير المواضيع الموجودة؟ هذه الفائدة الثانية للأنماط كل شيء في الأنماط أنا ممكن أغيرها مع بعض كل شيء في الأنماط ممكن أغيرها مع بعض شو معنى هذا الكلام؟ لو رحت على عرض مخطط تفصيلي عشان يكون الشكل أوضح عندي الموضوع على العنوان واحد صح أو على ما يسمى بالفرس واحد الموضوع الفرعي اثنين بنفس الطريقة على العنوان اثنين لو أنا مثلا عجبني هذا الموضوع قال لي غير اللون لللون الأحمر هالطريقة أنا طبعا بغلق لكي يكون واضح بغير لون الموضوع للعنوان مثلا كان لون الأزرك بغير لللون الأحمر مثلا الحين بروح على كلمة عنوان واحد من الفأرة بضغط بالزر الأيسر بالزر الأيسر بعدين بروح على تحديث عنوان واحد لمطابقة التحديد شو اللي بيسوي الحين لو أنا ضغط على هذا فرايكو طيب بروح بشوف النص الأنم ضللة وين النص الأنم ضللة الموضوع بروح بشوف حجم الخط لون الخط التنسيق الموجود داخل النص الأنم ضللة مش لازم يكون النص هو عبارة عن أي نص الأنم ضللة بروح بيطبق على النمط عنوان واحد بروح بيسحب الخواص الموجودة هذه بروح وين بيطبق على النمط عنوان واحد وبروح بيشوف أي شيء في المستند موجود على العنوان واحد بيعطيه هذه الخواص فأنا لو ضغط على تحديث عنوان واحد لمطابقة التحديد كل المواضيع الموجودة في المستند بيتغير لونها كل المواضيع المستند لاحظوا فقط الموجودة على نفس المستواع وعلى نفس النمط بنفس الطريقة أيضا لو رحنا على أي شيء موجود على عنوان اثنين على عنوان اثنين فالحين هذا وين فائدة فائدة أنا لو استخدمت الطريقة هذه عشان أدرج الجدول بيعطيني العناوين أي شيء موجود في المستوى الأول بيعطيني بصورة افتراضية اللون باللون الأزرق وأنا بغي اللون الأسود مثلا فبضل النص بغير اللون للأسود من وين أغير من صفحة علامة تبيب الصفحة الرئيسية من مجموعة أوامر خط بغير اللون الأسود بنفس الطريقة هذه بروح عنوان تلقائي فبعدين نفس الطريقة هذه غيرت اللون رأيتك لك على العنوان الأول تحديث عنوان واحد لمطابقة التحديد تطبيق عنوان واحد تحديث عنوان واحد لمطابقة التحديد لاحظ مكتوب تحديث بعدين اسم النمط بعدين لمطابقة التحديد لمطابقة التحديد هذه أسهل طريقة عشان الواحد فيكم يغير النمط الموجود في البحث نفس الطريقة الحين هذه لو ملاحظين الفكرة أيضا موجودة على عنوان اثنين الفكرة موجودة على ماذا عنوان اثنين نفس الطريقة لو أنا غيرت لون هالطريقة رحت على عنوان اثنين تحديث عنوان اثنين من طبقة التحديث كل الموجود على المستوى الثاني بتتغير معي بنفس الطريقة بنفس الطريقة الحين أنا عندي الفقرات الفقرات هي موجودة على ما يسمى قلنا مش موجودة على المستوى الأول إلى المستوى التاسع موجودة على ما يسمى به على النص الأساسي على النص الأساسي النص الأساسي يقابله في الأنماط شو النمط الموجود فوق المفاعل النمط عادي فبصورة افتراضية كل النص اللي انت تبدأ تكتبه في الورد يكون على ما يسمى بالنمط عادي فالحين بظل أو مش بظل البختار عشان هذا ك ليش أنا أظل للمص عشان في البداية أشوف التغييرات اللي أنا أبغيها عجبتني تغييرات ولا لا عجبتني تغييرات إذا عجبتني تغييرات أوكي بطبق على بقية النصوص الموجودة الحين هذا البحث كم صفحة مكتوف الأسفل 28 أبسط طريقة عشان تزيد عدد صفحات البحث لا زيد المسافة بين السطور لما نزيد المسافة بين السطور ما بينتبه كثير الحين كم مكتوفني 1.15 يمكن أخليها 1.5 لو خليتها من 1 اللي هو من 15 النص الموجودة هذه الفرق ما بيكون كبير جدا بس بيزيد عدد صفحات البحث الحين ملاحظين شوي السطرين انتقلوا بين بعض فيه فرق بسيط صح الحين خلاص أنا بس كبرت المسافة كم صفحة 28 لو رحنا الحين طبقنا رايت كلك على النمط عادي ليش رايت كلك على النمط عادي بسرعة لأنه اللي أنا أبغي أغيره داخل المستند هو أي شيء موجود على النمط عادي صح؟ أي شيء موجود على النمط عادي وليش أنا مظل للنص هذا؟ عشان أقول لا بقية النمط عادي يكون مثل النص هذا مثل النص هذا فالحين فقط أنا أظل للنص وأعدل عليه الخط والأشياء اللي أنا أبغيها رايت كلك على النمط عادي تحديث عادي لمطابقة التحديد لو انتظرنا قليلا كم صفحة الآن؟ خمسة ثلاثين من نفس الطريقة أيضا الله ما صلوه السلام محمد الخطوة البعادها أيضا يمكن تستخدم دائما العناوين الرئيسية تكون في بداية الصفحة العناوين الرئيسية تكون في بداية الصفحة وين أخذنا أننا أخذت تذكرون فاصل الصفحات ولا لا؟ طيب فاصل الصفحات اللي الذكر وفي أحد من يذكر يرفعي ذا بس؟ فاصل الصفحات شو فايدة فاصل الصفحات؟ يفصل من الصفحة يفصل من الصفحة يفصل من الصفحة يفصل من الصفحة فاصل الصفحة بس أي شي بعد فاصل الصفحة دائما يبدأ من بداية الصفحة دائما يبدأ من وين؟ هو يفصل كلهم يفصل انتر يفصل الاسباس يفصل كل شي يفصل بس الميزة وين؟ الميزة لو أنا عندي شي مثلا المبحث الأول كلمة مكتوب عليها المبحث الأول أنا هذا يبغيها تبدأ من وين؟ من بداية الصفحة لو عندي شي اسم المبحث الثالث ورحت كتبت كلمة في الصفحة الأولى بتنزل الكلمة من السطر الأول الصفحات بتتحرك العناوين في بقية الصفحات بتتحرك صح؟ بتغير التنسيق فأنا بروح لو عندي خمسين صفحة بروح على كل صفحة بتأكد العنوان موجودة على السطر الأول لا قبل العنوان باستخدم فاصل الصفحة عشان تأكد إن العنوان موجود وين دائما في بداية الصفحة في بداية الصفحة فلو رحنا الحين على واحد من العناوين الموجودة مثلاً لو أنا بدأت أضيف نص في هذا السطر ملاحظين ما حصل للموضوع انتقل قليلاً للسطر اللي بعد صح هذا التصرف الافتراضي في برنامج الورد عشان أغير التصرف الافتراضي بروح قبل بروح بضع المؤشر قبل الموضوع الفرعي أو في نهاية الفقرة اللي قبلها في نهاية أنا فضل دائماً في نهاية الفقرة القبل منها أروح على إدراج أروح على إدراج فاصل صفحات موجودة في إدراج عندنا ما يسمى بفاصل الصفحات لو ضغطنا على فاصل الصفحات أنا بمسح الانتر الزيادة هذي تذكرون شو الأشياء التي تخلي هذه الرموز أظهر إظهار الحروف الغير قابلة للطباعة إظهار الحروف الغير قابلة للطباعة شو معنى إظهار الحروف الغير قابلة للطباعة الانتر ينطبع في الورقة لما أضغط انتر يكتب لك في الورقة انتر يعطيك سطر جديد صح؟ سطر جديد بس مكان فاضي بالعين مجردين يعني يظهر هذه تسمى الحروف الغير قابلة للطباعة أو الأشياء الغير قابلة للطباعة لما نروح من علامة الصفحة الرئيسية. مكتوب إظهار الكل إظهار علامات أو الفقرات أو أيرو مستنسيق أخرى غير أخرى أخرى مخفية. شو الفايدة من الفايدة الحين أنا لو شليت منها ما في شيء ظاهر صح ليش ليش هنا في مساحة فاضية. أنت يلا أنت تقول في انتر صح يلا في انتر مثلا حتى لو أنا مسحت الانتر الموجود بهذه الطريقة. أوكي لاحظة الحين لما نبدأ أضيف أي شيء في النص في النصوص الموجودة لما أبدأ أضيف أي شيء في النصوص الموجودة. ملاحظين قبل الشيء شو لقدنا لكم نحن أضفنا فاصل الصفحة صح شو الحصل للعنوان. تذكرون قبل شوية نحن كتبنا كلام الموضوع الفايدة نزل الأسفل صح الحين شو التصرف اللي حصل. مجرد ما تحرك الموضوع من بداية الصفحة ما يعجب أمكان أراح الصفحة البعدة وأصبح من بداية وين الصفحة. الحين لو أنت قلتوا في انتر صح تقولت في انتر الحين معنا في فاصل صفحة مثلا في كان انتر أنا مسحت الانتر لكن أيضا في فاصل صفحة كيف عرف أن في فاصل صفحة ولا ما في فاصل صفحة. لو رحت على الصفحة الرئيسية لو رحت على الصفحة الرئيسية وظهرت فعلت الأمر هذا هذا الأمر ممكن لك لما تضغط عليه يتفعل يكون مفاعل إلا تضغط عليه مرة ثانية ينزال التفعيل. تضغط واحد عليه. شو الموجود هنا. مكتوب فاصل صفحة صح. ملاحظين بين الكلام في حتى بين الكلام في نقاط. هذا النقطة شو معناها سبيس معناها في سبيس بين الكلمتين يعني حين أنا. هنا في سبيس واحد صح هنا في سبيسين أتأكد. بنفس الشي الموجود فلما أنا كون أشوف النص مم موجود في مكان لأي سبب من الأسباب مرات يكون في كلمة من هنا وفي كلمة بعدين في كلمتين وفي مساحة فاضية في النص ما أعرف شو السبب. أول شي أنا استخدمه كمستخدم محترف للبرنامج الورد. أروح على إظهار الحروف أو الرموز التنسيق المخفية. أضغط عليها كلك. إذا في أي شيء بين الكلمتين هذه البرنامج الورد بيكتب لي إياها كتابة. بيكتب لي إياها كتابة. أيضا علامات الانتر. علامات الانتر. لو ملاحظين أيضا عندنا علامتين هذه العلامة الموجودة أمامكم. تشوفون هذه العلامة وهذه العلامة الموجودة الفرق بين هذه العلامة وهذه العلامة شوف رأيكم هذه شو العلامة شو معناها هذه العلامة شو زر اللي أنا ضغطة من الكيبورد. زر الانتر وهذه العلامة هذهشفت انتر شفت معها الانتر في حالة أني أبغي أقسم الفقرة بدون ما أبدأ فقرة جديدة لماذا أعرف أن أبدأ فقرة جديدة؟ لما أنا أضغط الانتر ملاحظين المسافة بين الفقرة التالية والفقرة التالية البعد منها مرات يكون أنا عندي أبغي أسوي صيرة ذاتي عندي صفحة بس باقي لي سطر واحد ما أبغي المسافة الزايدة هذه بين الفقرتين استخدم وشفت والإنتر مرات أبغي أن تهي من كل شيء موجود بالمعنى إذا أنا ما انتهيت من الفقرة إذا أنا ما انتهيت من النص لأنا أكتبه الفقرة اللي أنا أكتب فيها الموضوع المحتوى من ناحية لغوية ما انتهيت منا وأُبغي أروح للسطر اللي بعده لأي سبب من الأسباب في صورة في هذا المكان في أي شيء في أي شيء بغي أروح لصفحة البعده أستخدم شفت إنتر الشفت الإنتر الشفت إنتر بنفس الطريقة هذه بينزل للصفحة البعدها لكنه لا يزيد المسافة بين السطرين ,ما يزيد المسافة بين來到 omma .انترب يزيد المسافة بين السطرين. نرجى الخطوة الخالف .الحين اليوم من التعرفنا على الأنماط عرفنا على الأنماط، انتعرفنا كيف أننا علاقة الأنماط بالمستويات، قلنا المستوى 1 هي العنوان 1 , المستوى 2 هي العنوان 2 , المستوى 3 العنوان 3 النص الأساسي الذي قلناه مستويات من 1 بـ 9 بعدين기 لدينا نص أساسي، النص الأساسي يقابله في الأنماط النمط عادي بعد منها تعرفنا على طريقة تحديث النص الموجود بتنسيق جديد طيب كلام بسيط إذا أنا عندي النصوص الموجودة داخل المستند على نفس النمط أكثر أغيرها كلها بدون ما أروح صفحة صفحة أكثر فقط أروح على من علامة تبويب الرئيسية أضغط على النمط المطلوب رأيت كلك عليه بعدين تحديث النمط لمطابقة التحديد شو يعني مطابقة التحديد بشوف النص الآن مضللة شو حجم الخط لون الخط الأشياء الموجودة بيطبقها على بقية النصوص الموجودة داخل المستند بعد من اتعرفنا على ما يسمى بفاصل الصفحة شوف هذا الفاصل الصفحة إن دائماً العنوان يبدأ من وين من بداية الصفحة العنوان يبدأ من وين بداية الصفحة دائماً يستخدم فاصل الصفحة للعناوين الرئيسية غالباً يكون عندك أربع خمسة عنوين رئيسية مو بحلو البحث يكون اوكي أنا طبعت البحث خلاص روحت المكتبة ورق ملون طبعت الورقة بسبع دراهم وجيت طبعته آخر شي شوف إنه وجلت البحث كل شيء آخر شي شوف إنه المبحث الرقم ثلاثة مثلاً موجود في نص الصفحة خرب عليه البحث كلا لا من البداية بس استخدم فاصل الصفحة أتأكد إنه وين دائماً موجود دائماً بصورة آلية البرنامج الورد بتأكد إنه موجود وين من بداية الصفحة اتأكد إنه بين فاصل الصفحة والكلام البعده ما في انتر فاضية ما في انتر الآن مرت يكون العنوان نازل لأنه في انتر بعد فاصل الصفحة في انتر فاضي في انتر فاضي هو ما يعرف فاصل البرنامج الورد ما يعرف إنه كتبت عبارة عن عنوان ولا لا هو بس يشوف فاصل الصفحة الكلام اللي بعده يتأكد إنه دائماً يبدأ من وين من بداية الصفحة اللي بعده هذا عبارة عن انتر سبيس كلام مكتوب دائماً يبدأ من وين يبدأ من وين يبدأ من وين يبدأ من وين بداية الصفحة الخطوة بعدها قلنا عشان نشوف فاصل الصفحة والأنتر والأشياء اللي ما تظهر في الطباعة نستخدم إظهار الكل إظهار الكل اللي هو من الصفحة الرئيسية عندي الأمر هذا الموجود لما نضغط عليه ملاحظيني الأوامر تختفي تظهر هذه الأشياء الموجودة لأخذناها إن شاء الله بنمر بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى في المحاضرة قادمة بنمر على ما يسمى بفواصل في فواصل فواصل الأجزاء لما تبدأ الواحد مثلا تشوفون البحوث يكون مكتوب اسم الشخص فوق مكرر في كل الصفحات أو يكون مكتوب اسم البحث مثلا بحث تخرج أو بحث تقنية معلومات يكون مكرر على كل على كل الصفحات صح هذا يستخدم يستخدم ما يسمى برأس الصفحة يستخدم ما يسمى برأس الصفحة رأس الصفحة وتديل الصفحة الموجودة مشكلة رأس الصفحة والتديل إذا أنا غيرتها في مكان واحد إذا أنا غيرتها في مكان واحد تتغير على كل المستند على كل الصفحات الموجودة في المسند. بنتعلم كيف أن الواحد مثلا يبغي أن هذا يكون مكتوب� المبحث الأول بعد مثلا عشرون صفحة يغير الكلام المكتوب. هذا أيضا يكون موجود مرات أنا ما أريدها يكون مكتوبة على صفحة الغلاف. model مكتوبة على صفحة الغلاف. كيف أنا مثلا لما ندرج أرقام الصفحات الموجودة. أنا لا أريد الصفحة الغلاف مكتوبة عليها الرقم واحد. أريد الصفحة الثانية. كيف تحكم بالترقيم و هذه الأشياء؟ فالترقيم هذا كل يعتمد على ما يسمى بفواصل الصفحات وفواصل الأجزاء فواصل الصفحات وفواصل الأجزاء الموجودة فنتعمق شوي في فواصل الأجزاء والأشياء الموجودة هذه بإذن الله